لنأخذ دائرة سيدي بوزيد مثالا ينطبق على بقية الدوائر عدد السكان فيها 410 آلاف نسمة القانون حدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب واحد بالنسبة لكل 60 ألف ساكن وهكذا يكون عدد المقاعد المخصصة لدائرة سيدي بوزيد بعد قسمة عدد السكان على 60 ألفا ثمانية مقاعد وذلك بعد إضافة مقعد واحد لأن عدد السكان فيها أقل من 500 ألف لو افترضنا الآن أن عدد الأصوات المصرح بها تساوي 200 ألف صوت كما هو واضح ونالت القائمة الأولى 85 ألف صوت الثانية 65 ألف صوت الثالثة 40 ألف صوت والرابعة 22 ألف صوت عندها توزع المقاعد على مرحلتين نقوم بقسمة عدد الأصوات المصرح بها كما هو واضح على عدد المقاعد أي ثمانية ليتبين أن الحاصل الانتخابي 25 ألف صوت أي أن قيمة كل مقعد هي نظريا 25 ألف صوت وبناء عليه تكون النتائج في المرحلة الأولى على الشكل الآتي القائمة الأولى 85 ألف صوت تحصل على ثلاثة مقاعد ولكن يبقى 10 ألاف صوت القائمة الثانية 65 ألف صوت تحصل على مقعدين ولكن يبقى 15 ألف صوت غير ممثل القائمة الثالثة تحصل على مقعد واحد ولكن يبقى 15 ألف صوت القائمة الرابعة لا مقاعد ولكن يبقى لها 22 ألف صوت وزعنا إلى حد الآن إذن ستة مقاعد فقط وبقي مقعدان للدائرة هنا تعتمد طريقة أكبر البواقي لإعطاء كل قائمة لها أكبر عدد من الأصوات المتبقية مقعدا واحدا بالتسلسل حتى ينتهي عدد المقاعد المحدد بمعنى والمثال هنا سيدي بوزيد أن القائمة التي تبقى لها أكبر عدد من الأصوات هي الرابعة التي لم تأخذ أصلا أي مقاعد تحصل على مقعد واحد ومن بعدها يبقى مقعد واحد لإحدى القوائم هنا نلاحظ بأن اللائحتين تساويتا بعدد الأصوات المتبقي وهما الثانية والثالثة فلمن يعطى المقعد يعطى للمرشح الأصغر سنا على رأس إحدى القائمتين